عندما تجدوا أن 80% من الأفلام الوتائقية الموجهة إلينا تتحدث عن الإنسان الأول الشبيب القرد أن البشر كانوا عرات كالحيوانات وأن البشر تطوروا ليصبحوا بصورتنا الحالية وكان الإنسان في العصر الحجري يتحدثوا بالإشارة اكتشف الإنسان النار في العصر التباشري عمر الأرض 3 ملايين سنة بدأ الإنسان بالتخلي عن لغة الإشارة والتحدث في العصر البرونزي لم يعرف الإنسان البدائي الزراعة فقط كان يجني التمار ويأكلها ويرمي البذور على الأرض الإنسان كان عاري وقام بتغطية عورته في العصر البرونزي بكل بساطة يا صديقي لا تستعجل في تصديق هذه الخزعبلات التافهة مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد هيا لنبدأ تأكد يا صديقي أن كل هذه الوتائقيات هي نوع جديد من نصر الإلحاد والتخلف ونصر الفكر الدرويني الإلحادي له في الحقيقة آدم أول البشر وبمجرد غبوطه على الأرض أوحى له الله بأن يصر عورته بالملابس ولم يكن هناك جليد يغطي الأرض حسب زعمهم الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها وكذلك كيف يوقض النار وكيف يتكلم أيضا وكان يقوم بالزراعة وعاش ألف سنة والأمر لم يأتي صدفة إطلاقا يا صديقي العزيز الله عز وجل خلق آدم بأحسن تقويم وليس بشكل قرد النبي الذي يلي آدم هو إدريس وكانت مهنته الخياطة يعني أن الملابس كان لها أنواع وأشكال وصناعة خاصة بها كل ما يقال عن العصور الجليدية والتباشرية هو مجرد نظريات وليست حقائق نظريات العصور وغيرها هدفها إظهار أن الكون هو من يحرك نفسه ولا وجود لخالق يجب أن تعرف شيئا مهما وهو نصف العلم الموجود بالوثائقيات دجل قلونه لنا على أنه حقائق وهناك أهداف خفية ألفا مثل هذه النظريات والأفلام وهو نشر مرض الإلحاد ذلك وجب تصحيح المفاهيم ونشر الوعي وترسيح العقيدة وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة